الشركة اللي قد يمتلك فيها عائلة السيد رئيس الحكومة حصة مساهمة هي شركة تطلبوا الاكتتاب من الجمهور ومدرجة ببورصة القيام بالضر البيضاء وحساباتها شفافة وهيئة سوق الرسامي المغربية تقوم بافتحاصها بصفة دورية وتلتزم بمعايير ديال الإخبار والإفساح اللي غير يعني استثنائية بالنسبة للنسيج الاقتصادي المغربي هذه اللولة إذن عائلة السيد رئيس الحكومة تبتلك بصفة غير مباشرة حصة في هذه الشركة هذه الشركة أيضا من المساهمين فيها مجموعة من المؤسسات المستثمرين المؤسساتيين من ضمنهم شركة تأمين وشركة صناديق التقعد اللي تدير الضخار ديالها في هذا شيء تانيا هذه النقطة اللولة من أجل تصحيح المعطيات بشيكون واضحة لعموم المواطنين نقطة تانية هي أن هذه الشركة دخلت في تكتولين اقتصادي دولي في شركات أخرى من أجل هذه المناقصة الدولية اللي درتها الحكومة المغربية في القوانين الجاري بها العمل وحصلت بفضل سعر ديال الإمداد اللي غادي تعطيه به الماء اللوني اللي هو بالمناسبة تاني أفضل سعر نقولها ونعودها تاني أفضل سعر في تاريخ تحليات ماء البحر في العالم أربعة درهم فاصيلة أربعين ولا شيء حاجة للمدر المقاعد اذا هذا الشيء سنقوله والالتزام والنقطة الثانية اللي سنقوله هي أن اللوني في المعايير ديالها قالت أن تحليات البحر تم بالطاقات المتجددة تالتا والنقطة الأهم هذا مش تفويد لتدبير خدمة ديال واحدة المساسة عمومية ولا جامعة ترابية ولا شيء حاجة هذا يوازيه استثمار سيبلغ ما يقارب المليار دولار إذن هذا غير باش نقوله هاد شيء إذن إلا شفتوا أنتوما هاد السعر المتدني وهاد القوانين الجاري بهالعمل زائد مؤسسة للحسابات ديالها واضحة وشفافة وتتفتحص من هيئة الماء الرسامي من مؤسسات عمومية ووطنية دستورية لحطها القانون المغربي أنا ما تنشوف الشدارة بالمصالح وزيادة على المساهمة الغير المباشرة لعائلة السعزيزة ما عنديش الرقمة بالطبط إذن هاد الشيء كامل بغينا نقوله أن الأساس هو اليوم بعد واحد تأخر كبير عندنا واحد المحطة واحد المشروع اللي باين باش تكون محطة تحلية البهر التأخر كان وقع نعترفوا به وخا ما يعجب شاهد الحضرات باتعجبش لبعض الإخوان كان تأخر كان عندنا واحد الوقت عندنا مشكلة في الضار بيضاء اليوم حلينا المشكلة في الرباط نطلبوا الله أن السماء تجود علينا باش ما يكونش عندنا واحد الخطر بالنسبة للضار بيضاء حتى تجهز هاد المحطة تحلية ماء البهر هذا هو كان قانونية لانا ما يمكن شرح نقاسيه في واحد البلاد ما فيهاش قانون يعني من ناحية القانونية من كي تكون واحد الصفقة راه كينين هيئات اللي مكلفة بالرقبة وإلا كان اختلالات فالصفقة راه مجلس على الحسابات راه الكوردي كون راه ليغات يعني راه كينين مؤسسات دير الحاكم ما إلا كانش يختلات اعتقد من ناحية القانونية ما يمكنش يكونش يطعن في هاد المسألة هاتي شركة ديالاش مبغى تكون باش ما نشخصنوش الأمور نحن نقوم بتدرب مصالح لأنه دازو ناسة ومعيندون الفلوس داز كريم العمراني دازجته ما عمرة تارت هذه القادية تدرب مصالح كالتال دابا يمكن دروف تختلف يمكن دوكل دازو رأي وزير أول سي كريم العمراني وستجتو ما كانوش كي يحاولوا ما أمكان يباعدوا من هاد المسألة باش ما يتسالش هاد المسألة يمكن دابا هنا فهذا اللغة اللي هي كين المحروقات زادت دابا ديالتصفية طب هاد حال قلت من ناحية القانونية ما كين فيها تتشيح من ناحية سياسية يعني اليوم كنقولو رئيس الحكومة رغم من ناحية القانونية يعني قدامه واسقاته أولا كيجمد تسيير ديالكي ما انتبقى للدستور ولكن ما يمكن شاكين ما قلت ديالشاركة واشا غايد تعصى رئيس الحكومة نقولو ما كواد الشاركة ما عنديش الحق نشدة راتو دبار بطريقة غير مباشرة ولكن من ناحية السياسية والأخلاقية هناك يتسار مشكل لأن السيد رئيس الحكومة شكو لي دار الصفقة هيا لوني وراء رئيس الحكومة هو رئيس المجلس الإداري ديال لوني راه ها هناك يبنش عاجة مراكبة منزج كتار فهذا المسألة المسألة ديال أنا سأكمل تشيء اللي قالوا السي اللي قالوا السي راشيد أولاً احنا رسمياً بلغنا الهيئة الوطنية اللي نازها والويقية مرشوة محاربتها بلغناها رسمياً بكتاب كان قولوا له والديب اللي كيتنظره في الموضوع علاش تدرب مصالح السي راشيد جبد كريم العمراني وجبد جطو وكينا قاع وزارة اللي كانوا معانا كانوا وزارة ووتير الموضوع يعني في الحكومة قبل الأخرة ووتير الموضوع يعني معا وزير وكنا كنقولوا هاتشي حتى كي كيتفك لابا الان عدنا رئيس حكومة عندو مشاريع عندو فلوس وعندو مشاريع وعندنا لابا احنا كان قولوا دي جينا باش نهتموا بالمواطن صحيح واللي قال سي شوك احنا هتم منا بطبقة مسحوقة والفقيرة والهشة ونزيد كنا واهتميتو حتى بعد كل كبار تاهمة تبارك الله تزادهم والله يزيدهم طبقة المتوسطة لم تستفيد بعد لم تستفيد بعد انك يجي رئيس الحكومة وحتى هوك يدخل معا مع الجماعة في واحد القطاع صحيح علاش حيث هات الشركات سواء افريقيا غاز او اكسيونا او غرين اوف افريقيا كلهم فيهم اكوا افريقيا غاز كينا في كيما قلت كينا في البورصة كلهم تا هاتك اكسيونا مش نكا قلبوش بردخنا فيها اكوا واه ماذا بعد يراو الشركات دي الرئيس الحكومي اللي اخذت حيث افريقيا غاز بين غرين اوف افريقيا الاغلبية ديلا فيها ديال اكوا اكسيونا فيها اكوا فانت تحدثتي على عائلة اخنوش و كشكرك على هذا الوضوح اللي تكلمتي به لكن قد تتقدم شوية اخلاقيا ما يمكنش واحد المؤسسات اللي غاتيو اللي ترأسها ها هي غي عائلة يال او عائلة انت عاد ترأس المجلس الاداري ديال عاد ترأس لدك على ذاك الوزير اللي وكيد برد لهذا القطاع طيبا فاذا انت ضار المواصالح واضح وقلنا وكررنا يجب ان يتوقف من ناحية القانونية كالمادة 32 من القانون ديلة اشغال الحكومة غير كافية نهائيا كالفصل 30 من الدستور والاقوى وهذا من ناحية الدستورية اقوى من كل شيء لذلك احنا اعتمدنا عليه بتي فينا للهيئة انغم ترى اشتركوا في القناة ولم من ناحية الدستور